السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل على الفيديو اللي فات بتاع كرس ASP32 بالعربي والنهاردة هنشرح فيها جزئية الواي فاي الفيديو اللي فات كان فيه بعض الاخطاء الاملائية في العربي وكده بس يعني ان شاء الله هنحاول لما اجمع الفيديوهات كلها هنحطها فيديو واحد وارجع منتج الكلام ده تاني كده الاسP32 بتسابط الواي فاي ستاندرد اللي هي 802.11 بي جي واتش دول الستاندرد بتاعت الواي فاي بتختلف كل بروتوكول من دول او كل ستاندرد من دول اللي خصائص معينة في السرعة هي بتسابط البي والجي والن وغالبا دول اللي معظم الناس بتستخدم كده كده اصلا الستاندرد دي شغال على 2.4 جيجاهرتز الترانسفير ريت اللي تقدر برضو البرتوكول دي او الستاندرد دي تشتغل عليه اللي هو 150 ميجابيت ميجابيت بر ساكند هو بقدر انه اترانسفير 150 ميجابيت بر ساكند عندنا اتنين مود اخش على الاسب 32 او استخدم الاسب عن طريق اثنين مود المود الاولاني انه هو تبقى استيشن مود استيشن مود معناها ان انا عندي الراوتر وعندي الاجهزة اللي دخلة على الناتورك اللابتوب الموبايل واسب بتبقى زيها زي اي جهاز من دول بيحصل انها بتتصل بالراوتر وقدر ان انا الاسب تقدر انها تاخد ديتا من الراوتر المود التاني اللي هو الاكسس بوينت مود بمعنى ان الاسب 32 هي نفسها هتطلع اشارة الواي فاي والاجهزة التانية هتقدر انها يحصل انها تكونيكت عليها الاكسس بوينت مود ده باكنها هي نفسها بتطلع واي فاي هي نفسها بتطلع واي فاي والاجهزة التانية يحصل انها بتتصل بيها فبالتالي هي بتبان اكنها او يعني بتشتغل اكنها راوتر بس طبعا مش وصل لها ديتا فعشان كده المود ده اسمه soft access point mode لو هنتكلم على station mode اول حاجه هي بتتصل بالراوتر وبتاخد IP address من الراوتر عن طريق ال DHCP واقدر اخش عليها اكنها ويب سيرفر حيبان في الامر اللي هنتكلم فيه المود التاني اللي هو access point اللي احنا قلنا اسمه soft access point هي بتقدر تطلع واي فاي ونقدر يحصل عليها من خمس اجهزة يعني انا عملت مثلا مود هنا ودي نطلع واي فاي اقدر اخش عليها من الموبايل اخش عليها من اللابتوب من كذا كذا لماكسموم او اقصى حاجه اقدر خمس اجهزة تقدر تخش على الواي فاي اللي هتطلعوا ال ASP32 في المدة زي ما احنا قلنا ما هي نفسها مش وصل لها data فبالتالي مش هتبقى connected على انترنت بس هي بتاكت as ويب سيرفر بمعنى انها بيب عليها ويب سيرفر لو كتبت الاب ادريس بتاعها كذا 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 امتر بيطلع لك الصفحة اللي بتبقى موجودة على ال ASP32 هنوصل ال ASP32 انا طبعا هنا موصلها بال two bread ports دول بس يعني انا ممكن لوحدها انا كده كده البرامج اللي هن هنشرحها دلوقتي مفهاش ان انا اوصل عليها حاجه هفتح برنامج الاردوينو الجهاز معلش بعفية شوية خد وقت على ما فتح الجهاز هوصل لو شفت طبعا الفيديو اللي فات هاتكلمنا على التوصيلات والتعريفات بتاعت ال ASP32 انا هنا لو هوصل تمام هتاكد بس انها موجودة على com7 اللي هو ده و هفتح من الاجهزة اولا هتاكد بس اذا كانت connected هي وصلة هنا على com7 ما فيش غيره فبالتالي هي دي البوردة زي ما احنا اقولنا اللي اختارناه من البورد مانيجر اللي هي Doit ASP32 DevKit version 1 اللي هي اللي انا شغال عليها دي لو حاجه هنا في الفايلز وحاجه هنا عند examples هنزل تحت خالص عند ال wifi تمام وحاختار برنامج اسمه wifi scanner wifi scanner اللي هو ده تمام كويس جدا ده بيعتمد على اللي بري اللي اسمها wifi دي اللي بيبقى يعني لو حتدور عليه على arduino دي اللي بتخليك تكوننكتها على ASP32 وتقدر ان انت تستخدم بقى كل خصائص الوفاية اللي فيها هنا اول حاجه احنا طبعا زي ما احنا عارفين الاردوينو فيه two functions setup واللوب ال setup بتبتدي في البداية خالص اللوب دي اللي هي طول مال البورد اوصل لها كهرباء بيحصل الكلام ده بيحصل الكود اللي انا كاب طيب هي بتيجي الاول هتفتح هنا على serial port اللي هو الرقم اللي احنا شايفينه ده وبختار اخلي المود بتاعها STA اللي هو station mode ويقدر ان هو بيخش بيخليها station mode بعد كده بيعمل disconnect وبيطلع خلاص كده حصل في setup بيبتدي بقى يسكان يحصل scanning كده لكل الشبكات اللي حواليك وهيطلع لك listة بيها تقدر ان انت تخش على اي wifi network من دول لو انا هبتدي اعمل upload كده كده البرنامج خلاص اتبعت على border بتاعت ال ببساطة زي ما احنا قلنا بيعمل setup انها في mode تمام وبعدين بيحصل disconnect وبيطلع لك هنا listة بيروح على الفونكشن بتاعت wifi.scan network بيدور على ال network اللي موجودة حواليك ويطلع لك listة بيها بقوة كل واحد لو انا هفتح هنا في serial monitor اللي هو ده تمام انا فتح هنا على 115,200 بيعمل start scan ورح مطلع لك هنا كل الشبكات اللي حواليك بال بي القوة بتاعتها انا يمكن هعمل blurring عليها عشان بس privacy فكدا نجحنا ان احنا نوصل او نشغل ال wifi على على بوردة ASP32 وزي ما احنا قلنا هو هنا بيعمل scan بيطلع لك listة بالشبكات ويقول لك قوة كل شبكة من طيب انا هنا هاقفل البرنامج ده لو هنشوف المود التاني ان احنا نوصلها ك access point هو طبعا في بعض ال examples هتلاقي ان انت تخش مثلا على wifi من الشبكات اللي احنا شفناها تدخل user name و الباسورد تدخل قصدي ال ssid و الباسورد بتاعتها فبالتالي تقدر ان انت يعني تخش عليها وبعد كده تجد او تاخد data من الانترنت المود اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو بتاع access point حاجة هنا على file examples و هنجي و هنجي عند l wifi و هنختار wifi access point طبعا كل دي examples ممكن تبص عليها و يعني خلي الكممنتات بتاعت الفيديو و ان احنا نتكلم على الامثالة دي لو حد شغالها و جرب يعني عنده فكرة برنامج نقدر نعمله لما نوصل ASP32 بالانترنت طيب هخش على او هاختار wifi access point هيفتح لك الابلكation ده الابلكation هو طبعا هنا في البداية فيها شوية شرح بيقول لك اولا ده هيعمل access point من ASP32 و هيطلع لك عليها ويب سيرفر فبالتالي بيقول لك هتحصل ان انت من الموبايل مثلا او من اللابتوب هنخش على الويب براوزر كروم او اي حاجة و هندخل IP address بتاعها على H علشان ننور او نطفي لد دا كمام كده هيحصل ان احنا هنعمل access point هنسميها اللي احنا عايزينه هنخش على الويب براوزر لما اقدر ان انا اخش من الانترنت هنا على الويب براوزر واختار ان انا انور وطفي اللي الدي اللي موجودة هنا على على دي اول ما ادوس H او L بانور اللي دا خلينا نشغل ونشوف طيب انا هنا حاجة هسمي بتاعتي مثلا هنسميها ASP 32 وحنديلها باسورد مثلا مثلا هنسميها اا your password زي ما هي نخليها زي ما هي your password دي الباسورد اللي احنا عملها او خليها ASP 32 اا وبعدين MMM مثلا كويس دي هتبقى ال password دي هتبقى ال network بتاعتنا ودي هتبقى ال password هعمل طبعا هي عشان هنا الحاجة مش save هسايفها هسايفها as access point وبعد كده هعمل upload هاخد برضو وقته اا لو هنشرح شوية هنا طبعا هنعرفنا ال wifi network بتاعتنا هبقى اسمها ASP32 وال password بتاعتها ASP32MMM كله اا بنعمل ويب سيرفر خلاص هو وبندي للبورت 80 ده بتاع ال HTTP اا في ال setup خلاص هوا حط البلت ان اا لد على اساس انها تبقى output هشغل serial بيconfigure بعد كده بيعمل بكارية soft access point زي ما هنشايفين بيعمل اا لو هنبص على السرية هتلاقي يقولك السيرفر started وبعدين بقى ايه اا لو انا هكوننكت عليه هيطلع الكلام اللي احنا شايفينه طيب هو هنا بقى بي setup السيرفر الصفحة اللي هتطلع لك اا بياخد ال اه اللي هي من زي ما هنشوف وبعد كده لما بتبعت ليه عارف ان انت هتخلي فبينور الاداية لما بتبعت في ال اللي احنا هنكتبه لما نحط فيها بيبعت ليه ال ASP32 بيبعت لها اللو فبيخلي اللداء اللي موجود هنا مطفيل زي ما احنا شايفين كده الابليكيشن خلاص خلاص لو هنيجي في السيريال هنعمل كده هنشغل هنا قالك الاكسس بوينت started والسيرفر بتاعك اسمه 192 168 41 طيب والسيرفر started انا عايز اخش على السيرفر ده اعمليه فباجي هنا على الواي فاي عندي هختار الواي فاي التانية عمل من الاساسية هنيجي هنا شايفين في اه شايفين هنا الواي فاي اللي مطلعها الاسب 32 لو دخلت عليها واقول له ناجي والباسورد كانت اسب 32 mm وادوس ناكست كده انا هخش على الواي الاكسس بوينت اللي انا عملها من الاسب 32 هدوس ناكست ان شاء الله يعني هو كده عمل الاسب 32 بس قالك ما ما فيهاش انترنت زي ما قلنا هي صوفت اكسس بوينت يعني مش وصل لها دا لو انا هفتح كروم مثلا هنفتح كروم احنا كده فتحنا جوجل كروم هنيجي هنا نكتب 192.168.4.1 دي اللي طلع لنا طبعا هنا في السيريال هكتب كده انتر هتلاقي هنا في السيريال قالك خلاص ان فيه نطلع لك المتين كليك هير عشان تعمل اون لالداية و كليك هير لترن اوف لو هدوس على كليك هير لترن اون اللي هي اللداية دي بنتلاقيين بينور اللداية الزرق اللي جانب للداية الباور لو هدوس هنا بيعمل لها ترن اوف انا هحط يعني هخلص باعه هنا علشان الناس تبقى شايفة فكده هنفتح هنفتح وكده عملها اوف احنا طبعا زي ما قلنا دخلين باكسس بوينت مفيش اي ديتا جاي من الانترنت فبالتالي ده الاستخدام الثاني بتاع البوردة كاكسس بوينت ده كان يعني فيديو قصير كده نتكلم فيه على الواي فاي في اس بي 32 ممكن تبتدي تكمل بقى وتشوف جزئية البلوتوث انا ما شرحتهاش بصراحة وللاسف مش حيبة عندي وقت ان انا يمكن اعمل كورس قريب بس حبيت ان انا اخلص جزئية الواي فاي كلها في الفيديو ده يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك الفيديو سبسكرايب بالشانل ليك اي كومنتيات الكومنتيات مفتوحة ممكن نتكلم فيها شكرا جزيلا على المشاهدة وان شاء الله اشوفكو في فيديو تاني بعد كده شكرا جزيلا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة